رجل بخين على نفسه وزوجته وابنيه كان ابنه الاكبر يعمل منذ صغره لينفق على نفسه وعلى اخته وعلى تعليمهما بعد تخلي الاب عنهما ماديا كما كان يلبي احتياجات امه قدر استطاعته وظل على هذا الحال حتى تخرج واخته من الجامعة وعمل محاسبا في شركة لرجل من اكبر رجال الاعمال وانتقل الى سكن خاص به بعيدا عن والديه ووعد اخته بشراء كل متطلبات زواجها خاصة بعدما اراد والدها ان يزوجها برجل غير ملتزم ويكبرها بثلاثين عاما مقابل عدم تكليف الاب اي نفقات ولكن الابنين والام رفضوا هذا الزواج واعتبرها الابو اهانة له وفي احد الايام اتصلت الاخت باخيها واخبرته ان والده اصيب بازمة صحية بعد تعرضه لعملية نصب قام بها احد التجار واخذ من والدهما كل امواله ليشاركه في مشروع كبير ثم خدعه وانكر انه اخذ منه شيئا حزن الابن كثيرا وقرر الوقوف بجانب والده في محنته ابلغ الابن رجل الاعمال الذي يعمل معه بما حدث لوالده فذهب معه لزيارة الاب بالمستشفى وبعد ان اطمأنا عليه فقال له رجل الاعمال هذا التاجر طلب مني اكثر من مرة ان اشاركه في مشروع له بالتمويل وسوف اخبره اليوم من موفقتي واثناء جلوسي معه يأتي والدك ويطلب ماله وسوف يرده التاجر له حتى لا تسوء صورته امامي وبالفعل قام التاجر برد اموال الاب اثناء وجود رجل الاعمال معه وعندما عاد الى اسرته فرحا سعيدا قالت له زوجته كل ما حدث لك كان عقابا لك بسبب بخلك فارجو ان تتوب الى الله وتصبح سخيا علينا وعلى الاخرين حتى يبارك الله لك في مالك ثم عاتبته ابنته عتابا رقيقة وذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اياكم والشح فان الشح اهلك من كان قبلكم امرهم بالكذب فكذبوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا فبكى الاب واعتذر لاهله وعاهد الله على ان يكون منفقا ويقوم بتعويض اهله كل ما عانوه من ظلم بسببه ها أنتم هؤلاء تدعون تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم